شخص بشتغل حارس بقصر وبيوم من الأيام أثناء حراسته أخذ غفوة وشاف حلم مرهب وحلم أنه صاحب القصر مات بحادث طيران وبعد ساعتين شاف صاحب القصر وسلم عليه الغريب أنه صاحب القصر حكاله بكرة عندي رحلة بره البلد وبيدي إياك تدير بالك على القصر بغيامه الحارس حكاله هو متوتر ماشي ولا يهمك انتبه له صاحب القصر وحكاله أنت مالك ليش متوتر في شي بدك تحكي ليه ومستحي فحكاله الصراحة أنا قبل ساعتين أحلمت حلم غريب ومرعب وشفتك طالع بطيارة وفجأة بيصير فيها عطل فني وبتوقع في البحر فأرجوك لا تسافر فحكاله إن شاء الله بفكر في الموقع وبعد يومين مر صاحب القصر على الحارس وحكاله سمعت الأخبار فقاله أي أخبار فحكاله الطيارة اللي كان المفروض أسافر عليها وقعت في البحر وانت أنقذت حياتي بالحلم اللي حكيت لي عنه وعشان هيك خذ هذا المغلف في مكافأة إلك بس رح يكون هذا آخر يوم شغل إلك بالقصر الحارس استغرب إنوال فوق ما أنقذت حياته طردني وبعد شوي عرف ليش صاحب القصر طرده برأيكم ليش طرده وشغل مرهج دخل بالموضوع فيه بالتعليق الأول رابط تحميل لأفضل برنامج مونتاج على الموبايل لحقو